السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السابع اليوم إن شاء الله رح نبلش بالوحدة الأخيرة من كتابنا اللي هي بتتحدث عن مواضيع جيولوجية أي ما يخص علوم الأرض طبعا بهذه الوحدة إن شاء الله رح نتحدث عن ما يسمى ما هو سلم الزمن الجيولوجي وترتيب الطبقات وترتيب عفوا طبقات الصخرية يعني أقصد بها وبناء على الطبقات الصخرية هاي على أي أساس أنا بقوم بإعطاء عمر مناسب إلها وما هي المبادئ اللي بناء على أنا بتم من خلالها بصنف هاي الطبقات إلى قديمة وحديثة بالنسبة للموضوع رح نبلش في ما يسمى بسلم الزمن الجيولوجي سلم الزمن الجيولوجي لو جينا سألنا خالنا ماذا نعني بسلم الزمن الجيولوجي كلمة سلم بشكل عام في حياتنا اليومية هي تعني صعود أو تدرجات أو ترتيب صعود أو تدرجات أو ترتيب سلم من حياتنا نحن نعرف أن السلم مثل هيك بيكون فهو عبارة عن تدرجات عملية صعود عملية ترتيب من الأسفل إلى الأعلى كلمة الزمن الجيولوجي هي عبارة عن كلمة تطلق على تاريخ الأرض بشكل عام يعني هي سلم الزمن الجيولوجي يقصد فيه اللي هو عمر الأرض عمر الأرض يعني أحداث اللي مرت على سطح الأرض إذن الزمن الجيولوجي يقصد به عمر الأرض اللي هي ما يقارب من 4600 مليون سنة هلأ 4600 مليون سنة اللي هي منذ نشأة الأرض هذا يسمى اللي هو الزمن الجيولوجي اللي هو الزمن الذي حدثت عليه أحداث على سطح الأرض سواء كانت ظهور كائنات حية سواء كانت انقراض لكائنات حية سواء كان لتكون قارات سواء كان لانغمار قارات تحت الأرض حركات تكتونية كل ما يخص الأحداث التي حدثت على سطح الأرض تسمى بالزمن الجيولوجي وهذا طبعا من 4600 مليون سنة فإذن سلم الزمن الجيولوجي هو ترتيب أو تدرجات لما حدث على سطح الأرض من أحداث هاي الأحداث كل ما تتعلق بسطح الأرض منذ نشأة الأرض حتى وقتنا الحالي إذن الزمن الجيولوجي أو سلم الزمن الجيولوجي هو ترتيب لكل أحداث سطح الأرض من ظهور للكائنات الحية حتى انقراضها يعني منذ القدم حتى الزمن الحديث اللي إحنا فيه حاليا كل الأحداث التي مرت قمنا بترتيبها على شكل سلم زمن جيولوجي سلم زمن الجيولوجي زي ما أنتم وضح قدامكم مشايفين إنه عبارة عن تدرجات عبارة عن طبقات أنا بصعد فيها من القاع إلى القمة كلمة القاع بتعني لي اللي هي الزمن القديم الزمن القديم وحتى وصولنا إلى الزمن الحديث اللي هي عتبة الزمن الحديث هذا كل ياتب الضمن عبارة عن أحداث حدثت على سطح الأرض أنا بهمني بدروسي اللي هي الكائنات الحية التي ظهرت والكائنات الحية التي انقرضت منذ القدام الزمن القديم وحتى الزمن الحديث هلأ إذن لو إجاك في الامتحان أعلل سمي سلم الزمن الجيولوجي بهذا الاسم أو باسم سلم لأنه يدل على تدرج ظهور الكائنات الحية بسيطة طبعا أكيد بسيطة التركيب لأنه عندنا بداية الكائنات اللي ظهرت عندنا هسا رح نتعرف عليها اللي هي مثل بكتيريا والكائنات وحيدة الخلية هاي كلها ياتها كائنات بسيطة التركيب هاي الكائنات بسيطة التركيب منذ ظهورها لحد انقراضها وظهور كائنات معقدة التركيب سمينا بسلم إذن لو إجانا زي ما حكينا سمي سلم الزمن الجيولوجي بهذا الاسم لأنه يدل على تدرج ظهور الكائنات الحية من الكائنات الحية بسيطة التركيب إلى الكائنات الحية الأكثر تعقيدا سلم الزمن الجيولوجي موضح أنه سابع بصفحة 111 زي ما أنتوا شايفين هذا هو سلم الزمن الجيولوجي قسموا العلماء عندنا إلى فترتين رئيسيتين بالحياة اللي هو دهر الحياة المستتيرة ودهر الحياة الظاهرة دهر الحياة المستتيرة ودهر الحياة الظاهرة هذون هم الدهرين طبعا لو جيت سألتك لماذا سميت بدهر الحياة المستتيرة لأنه مظاهر الحياة اللي فيها خلص إن عدمت ما عادت موجودة مستتيرة يعني مش مبينة عندنا طبعا لأنه اتفأنا إحنا عندنا هون منو القاع دائما منذ الأقدم وكل ما ارتفعت للأعلى كل ما ارتفعت للأعلى أنا قاعد عم بيعطيني اللي هي زي ما أنتوا شايفين اللي هي الأحداث اللي بتكون الأحدث في حياة الكائنات الحية إذن مرة تانية لما بكون أنا في القاع بيكون عندي اللي هي الأحداث الأقدم وكل ما انتقلت للأعلى زي ما أنتوا شايفين بصير عندي اللي هي الأحداث الحديثة أو الأحداث بتكون في حصولها لو انتبهنا كل ياتنا مع بعض هون على سلم الزمن الجيولوجي اللي احنا شايفينه قدامنا زي ما حكينا قسموا العلماء إلى دهرين طبعا لما أحكي دهر يقصد به اللي هي فترة زمنية بمليارات يعني بعدد سنين هائل لكن لما أنا بحكي عن حقب اللي هي فترات زمنية أصغر يعني أنا عندي الدهر اللي هو الفترة الزمنية الأكبر بتقسم عندي إلى حقب الحقب اللي هي فترات زمنية أقل اللي هي مليون مليونين ملايين السنين القليلة أما الدهور اللي هي ملايين السنين الكبيرة وفي عندي إذا من نيجي أصلا تكملت السلم الزمن الجيولوجي الحقب يتلوها اللي هي العصور إحنا ما رح نحكي عن العصور رح نحكي عن الدهر والحقبة إذن الدهر الفترة الزمنية الكبيرة التي تقسم إلى حقب لو بلشنا بدهر الحياة المستترة اللي هو الأقدم اللي هو أنا بقصد فيه منذ نشأة الأرض ومنذ نشأة الأرض يعني عندي اللي هي مظاهر حيان عدمت ما عادت موجودة دهر الحياة المستترة زي ما أنتوا شايفين اتميز عندي بظهور اللي هي الكائنات الحية اللي هي بسيطة التركيب اللي هي ظهور الكائنات الحية بسيطة التركيب طبعا هاي الكائنات الحية البسيطة التركيب لم يعد لها وجود يعني غير ظاهرة هي غير ظاهرة هلأ أنا بهمني بهذا الدرس نحن نرسع عن اللي هي دهر الحياة الظاهرة بحقبها بالحقب اللي ظهرت عندي في هذا الدهر دهر الحياة الظاهرة تقسم عندي إلى ثلاث حقب رئيسية اللي هي حقبة الحياة القديمة حقبة الحياة المتوسطة وحقبة الحياة الحديثة في كل حقبة كان عندي مظاهر معينة بهمني تعرف أنه في نهاية كل حقبة كانت بتبلش عند الحقبة التي تليها يعني في حقبة الحياة القديمة نهايتها بدأت تظهر عندي اللي هي حقبة الحياة المتوسطة نهاية حقبة الحياة المتوسطة كانت بداية لحقبة الحياة الحديثة تمام هلأ أنا هون عشان ألخص لك هذا السلم بتفاصيله وعملت لك هون زي وجه مقارنة بين اللي هي الحقب الثلاث بين الحقب الثلاث تمام اللي هي وجه المقارنة ما بين حقبة الحياة القديمة حقبة الحياة المتوسطة وحقبة الحياة الحديثة من حيث التسمية لماذا سميت حقبة الحياة القديمة بهذا الاسم السبب انها هي عبارة عن حقبة ظهرت فيها كائنات الحياة اللافقارية اذا لماذا سميت حقبة الحياة القديمة بهذا الاسم لأنها تميزت بظهور اللي هي الكائنات اللافقارية يعني كانت كلها عبارة عن كائنات حية تفتقر إلى وجود العمود الفقاري بداية بدأت هذه الحقبة الحقبة الحياة القديمة بظهور نوع من أنواع زي ما احنا شايفين عندنا ظهور نوع من أنواع الحيوانات اللي هي ذات الهياكل ذات الهياكل الصلبة طبعا ظهر عندي نوع من أنواع المفصليات يسمى ترايلوبايد زي ما انتوا شايفينه إذن نجيله بشكل أوضح موجود عندنا بصفحة 112 هي عندنا الترايلوبايد اللي انتوا شايفين هو عبارة عن نوع من أنواع المفصليات ظهر عندي في حقبة الحياة القديمة كما تميزت بظهور عندي إذن نرجع اللي هي بظهور الأسماك إذن الحيوانات التي ظهرت عندي في حقبة الحياة القديمة هي عبارة عن حيوانات ذات هياكل صلبة مثل الترايلوبايد اللي هو نوع من أنواع المفصليات وعدد من الفقاريات اللي هو مثل الأسماك أما بالنسبة للنباتات التي تميزت عندي بظهورها في حقبة الحياة القديمة اللي هي السرخصيات اتفقنا أنه بالوحدة الأولى بتصنيف الكائنات الحية السرخصيات اللي هي تتميز بأوراقها زي المنشار هاي السرخصيات اللي هي نوع من أنواع النباتات اللابذرية صورتها واضحة عندنا بصفحة 112 إذن السرخصيات والترايلوبايت اللي هو نوع من أنواع المفصليات اللافقارية طبعا هادول إن وجدوا عندي في حقبة الحياة القديمة سواء كانت حيوانات أو نباتات طبعا ترايلوبايت بالإضافة إلى نوع من أنواع الأسمك هذا بالنسبة عندنا لحقبة الحياة القديمة لما وصل عندي نهاية حقبة الحياة القديمة كانت عندي بداية لحقبة الحياة المتوسطة اللي كان مميز إلها اللي هي ظهور الديناصورات لذلك سميت بحقبة الديناصورات إذن تسميت حقبة الحياة المتوسطة بحقبة الديناصورات حقبة الحياة القديمة يسموها حقبة لافقارية لأنها تميزت بظهور كائنات لافقارية مثل الترايلوبايت أما حقبة الحياة المتوسطة التي تميزت بظهور عندي الديناصورات زي ما هو واضح عندنا بالرسمة صفحة 111 هلأ بالنسبة عندنا للحيوانات التي ظهرت غير الديناصورات في هاي الحقبة ظهر عندي نوع من أنواع الأصداف اللي أنتم ملاحظين من سميها أصداف ملتفة متقوقعة زي ما نحكي هاي اللي هي الأصداف الملتفة اسمها الأمونايت موجودة عندنا برضو بصفحة 113 هاي اللي هي أحفورة الأمونايت هدول الأمونايت إذن هاي أصداف ملتفة تميزت عندي بظهورها بأي حقبة بحقبة الحياة المتوسطة طبعا بالإضافة أنه ظهر عندي اللي هي الطيور ظهرت عندي كمان اللي هي الطيور وظهرت عندي زي ما اتفقنا زواحف مثل الديناصورات لكن هاي الزواحف مثل الديناصورات يعني همشي الديناصورات انقرض في نهاية هذه الحقبة يعني لم يعد له أي وجود أما بالنسبة للنباتات التي تميزت بظهورها بهذه الحقبة اللي هي عبارة عنا عن نباتات معرات البذور مثل الصنوبريات إذن نرجع على الجدول، نشوف حقبة الحيال متوسطة تسميتها كانت حقبة الديناصورات أما الحيوانات التي ظهرت فيها، اللي هي الأصداف الملتفة مثل الأمونايت بعض أنواع الطيور، زواحف مثل الديناصورات وانتهت وانقرضت في نهاية هذه الحقبة وعندي ظهرت عندي نباتات معرات البذور مثل الصنوبريات هلأ بالنسبة عندنا لنهاية حقبة الحيال المتوسط زي ما إحنا شايفين عندنا بلشت عندي حقبة الحياة الحديثة اللي إحنا ما زلنا منعيش فيها لهلا من دهر الحياة الظاهرة يعني كلها مظاهر حياة كانت موجودة وواضحة مش زي دهر الحياة المستترة اللي هو ما عاد إله أي شيء مبين أو أي مظاهر ظاهرة حقبة الحياة الحديثة اللي هي سميت بحقبة زي ما إحنا شايفين حقبة الثديات لأنها تميزت بظهور الإنسان إذن أهم ما يميز هاي الحقبة إنه ظهرت عندي الثديات طبعا بالنسبة للحيوانات اللي ظهرت عندي في هاي الحقبة اللي هي الدب القطبي والأغنام أما بالنسبة للنباتات التي ظهرت فهي نباتات زهرية إذا رح نرجع للسلم زي ما إنتوا شايفين تميزت بظهور الإنسان ظهرت عندي الثديات مثل الدب القطبي الأغنام مثل الفيلة وفي عندي اللي هي النباتات الزهرية هي التي ظهرت في هاي الحقبة هلا إذن رح نرجع برضو نشوف عندي هون هاي النباتات الزهرية ظهرت في حقبة الحياة الحديثة وفي عندي اللي هو الدب القطبي ظهر عندي في حقبة الحياة الحديثة إذا طلعنا كليتنا مع بعض على صفحة 113 عم بسألنا هون هل من الممكن أن نجد أحفورة أمونايت وترايلو بايت بنفس نوع الصخور إحنا اتفقنا الأمونايت اللي هي عبارة عن الأصداف الملتفة هيك كان شكلها وترايلو بايت اللي هو هاد اللي ظهر عندي في حقبة الحياة القديمة هل أقولك هل ممكن أني ألاقيهم في نفس نوع الصخير؟ هذا هو ما رح نناقشه أصلا في القسم الثاني رح نتحدث عنه بعد شوي الأمونايت وترايلو بايت كل واحدة ظهرت عنددي في حقبة بالنسبة عندي لترايلو بايت أول واحد اللي هو هاد ظهر عندي في حقبة الحياة القديمة زي ما أنتوا شايفين أما بالنسبة عندي للأمونايت اللي هو الصدافية أو اللي هي الأصداف الملتفة ظهرت عنددي في حقبة الحياة المتوسطة بما أنه كل واحدة ظهرت عندي في حقبة أي بمعنى أنه نوع من أنواع الصخور مثل هيك بيكونوا الطبقات الرسوبية فوق بعضهم الأقدم فيهم اللي هي نجد فيها أحفورة مين حقبة الحياة القديمة اللي هي الترايلو بايت وبعد ذلك الصخور التي تليها تظهر فيها النوع الأحدث من كائنات الحية اللي هي أحفورة الأمونايت لذلك هل ممكن أني ألاقيهم في نفس الصخور طبعاً الجواب أكيد لا لأن كل كائن عاش في حقبة مختلفة أما بالنسبة للتقويم والتأمل رتب الكائنات الحية الآتية من الأقدم إلى الأحدث حسب تسلسل ظهورها في عندنا الإنسان ترايلو بايت الأمونايت الديناصور والبكتيريا إحنا اتفقنا أن الكائنات بسيطة التركيب هي التي ظهرت في البداية منذ نشأة الأرض في ظهور الحياة المستطرة إذن البكتيريا هي اللي رح تكون بداية في الترتيب بعدين رح نيجي قلنا بعد دهر الحياة المستطرة رح يبلش عندي اللي هو دهر الحياة الظاهرة بداية بحقبة الحياة القديمة اللي أهم ما ظهر فيها اللي هو لترايلو بايت بعد ذلك بدأت عندي حقبة الحياة المتوسطة اللي كان أهم شغلي فيها حقبة الديناصورات لكن قبل الديناصور ظهر عندي الأمونايت يعني إذا رح نرجع لنا للرسمة رح نلاحظ أنه الديناصورات والأمونايت فهم ظهورهم كان في حقبة الحياة المتوسطة لذلك عندي الديناصور ظهر قبل من الأمونايت هم التنين في حقبة الحياة المتوسطة لكن زي ما احنا شفنا بالصورة الديناصور قبل الأمونايت يعني كترتيب طبقات هذا رح ناخد عنه إن شاء الله التعاقب الطبقي زي ما انتوا شايفين الديناصور قبل الأمونايت إذن ترتيب بكتيريا ترايلو بايت حقبة مقديمة بعدين الديناصور والأمونايت حقبة حياة متوسطة لكن الديناصور قبل الأمونايت وحقبة الحياة الحديثة ظهر عندي فيها الإنسان تمام؟ تمام إذا بتذكروا هلأ قبل شوي كنا عم نحكي أنه أنا كيف عرفت أنه الأمونايت جاء بحقبة الحياة المتوسطة لكن قبله كان في عندي في حقبة الحياة القديمة اللي هو الترايلو بايت وإذا بتذكروا رسمت الرسمة هاي حكيت أنه أنا عندي كطبقة بدايتها رح يكون فيها ترايلو بايت اللي هو نوع من أنواع المفصليات يليها عندنا مين اللي هو الأمونايت تمام؟ ترايلو بايت ثم عندي كان اللي هو الأمونايت طبع على أي أساس أنا رسمتها شكل طبقات لأنه بداية يا سابع نوع الصخور اللي دائما بيورجيني أو نوع الصخور اللي بيدلني أو بهمني عشان أعرف تعاقب الطبقات أو مين الكائن اللي إيجا قبل التاني اللي هي الصخور الرسوبية إحنا بنعرف عنا ثلاث أنواع من أنواع الصخور صخور نارية صخور متحولة وصخور رسوبية الطبقات اللي بتهمني عشان أعرف مين الكائن اللي إيجا قبل التاني وانقرض هي العبارة عن الطبقات الصخرية الرسوبية هلأ من الطبقات الصخرية الرسوبية بدأنا نعرف ما المقصود بالعمر النسبي العمر النسبي للصخور يعني أنا لما تكون عندي طبقات رسوبية طبقات إحنا بنعرف الرسوبيات هي عبارة عن طبقات رسوبية ترسبت فوق بعض البعض شكل طبقات شو اللي بدي يخليني أعرف إنه هاي الطبقة أقدم وهاي الطبقة أحدث هذا بندرسه عن طريق العمر النسبي إذن شو هو العمر النسبي للصخور هو عبارة عن تحديد عمر تقريبي أنا ما بجيب أقول هاي طبقة عمرها كذا كذا سنة ما بزبط معي دائما العمر النسبي للصخور هو عبارة عن تحديد عمر تقريبي للصخور الرسوبية طبعا نسبة إلى بعضها البعض كيف يعني نسبة إلى بعضها البعض يعني باجي بقول والله أنا الطبقة مثلا عندي ألف باجي إلى آخره الطبقة ألف تعتبر طبقة الأقدم لأن احنا اتفقنا اللي بيكون دائما في الأقدم ترسب بالأول هي الطبقات القديمة فإذا الأقدم دائما في الأسفل والأحدث دائما في الأعلى باجي بقول ألف هي الأقدم هلأ با نسبة إلى ألف فهي أحدث لكن نسبة إلى جيم فهي أقدم با أحدث من ألف قارنت بطبقة قبليها وقارنت بطبقة بعدها بقول با هي أقدم من جيم لكن هي أحدث من ألف فهذا هو تحديد عمر تقريبي للصخور اللي هو العمر النسبي أنه أنا بحدد عمر تقريبي للصخور نسبة إلى بعض البعض يعني بقول أحدث من وأقدم من ما باجي بعطيهم عمر بالأرقام هاي معنى عمر نسبي هلا كيف العلماء بدأوا بدهم علماء الجيولوجيا طبعا يدرسوا اللي هي العمر النسبي للصخور حكوا انه احنا رح ندرسوا بناء على أربع مبادئ الأربع مبادئ يا سابع هم مبدأ يسمى مبدأ التعاقب الطبقي مبدأ تعاقب الحياة مبدأ القاطع والمقطوع ومبدأ المضاهى وهلا احنا رح نبلش ان شاء الله ندرس بأول ثلاث مبادئ والمبدأ الرابع ان شاء الله رح يكون في الحصة القادمة رح نبدأ في اول مبدأ يا سابع اللي هو مبدأ التعاقب الطبقي لو تفرجنا كلياتنا على شكل 6 الى 6 الموجود في صفحة 11 أو 14 هذا اللي هو مبدأ التعاقب الطبقي هو مبرجيني وورجيني عندي هون اللي هي طبقات للصخور الرسوبية التي ترسبت فوق بعضها البعض مبدأ التعاقب الطبقي بيحكي لك انه دائما الطبقة الاولى زي ما حكينا قبل شوي هي الطبقة الاقدام اللي زي ما انتوا شايفين اللي هي باللون الاحمر ثم اترسبت اتعرضت الى عوامل خلتها اللي هي تتصلب اتت بعدها اللي هي الفتات الصخري اللي هي ذات اللون البني ثم بعدها الطبقة الصفرة ثم الطبقة البنية وهكذا الى انت راكمت الطبقات على مدى السنين وصفت عندي الطبقة اللي فوق هي الطبقة الاحدث فانا اذا بدي ااجي لهاي الطبقات بقول انه هاي الطبقة اللي هي اذا بدي اسميها الف هي طبقة اقدم من با تمام با أقدم من جيم جيم أقدم من دال دال أقدم من ها ها أقدم من واو وهكذا إلى أنه أوصل للطبقة الأخيرة فهي الطبقة الأحدث تمام لأن هذا هو مبدأ التعاقب الطبقي لو ننتقل مع بعض إلى اللي هي عندي الصورة الموجودة صفحة 115 زي ما أنتم شايفين مقطع عرضي لطبقات الصخور الرسوبية فإذن هي عبارة عن طبقات متوازية هذا ما يميز مبدأ التعاقب الطبقي إنه طبقات الصخور عبارة عن طبقات مترسبة تمام تكون على شكل طبقات متوازية فإذن الأحدث دائما يكون في الأعلى أما الأقدم يكون دائما في الأسفل فأنا لو جبت لك هاي الصورة وحطت لك فيها الصخور ألف با جيم دال مثلا على سبيل المثال وهاي عندي كمان اللي هي ها واو زين ها هاي الطبقات وقلت لك ما هي أقدم طبقة دائما الأقدم هي ألف ما هي أحدث طبقة اللي هي الطبقة ها طب لو أنا جبت لك في عندي سؤال إنه أنا بدي تقوم بي اللي هي إعطاء العمر النسبي إعطاء العمر النسبي مثلا للطبقة دال أريد إعطاء العمر النسبي للطبقة دال فالعمر النسبي للطبقة دال بقول إنه دال هي أحدث من جيم ودال هي أقدم من ها لازم أقارنها بالطبقة اللي قبلها والطبقة اللي بعدها إذن دال هي طبقة أحدث من الطبقة جيم ولكنها أقدم من الطبقة ها لأنه دائما الأقدم في الأسفل والأحدث في الأعلى هذا هو مبدأ التعاقب الطبقي زي ما أنتم لاحظين يسمى هذا المبدأ مبدأ التعاقب الطبقي وكان هو هذا بداية أو حجر الأساس في تخديد العمر النسبي للصخور نيجي هلأ للمبدأ التاني اللي هو مبدأ تعاقب الحياة مبدأ تعاقب الحياة يا سابع بيعتمد على وجود أحافير في الطبقات الصخرية يعني زي ما أنتم شايفين أنا كاتب لكم أنه يعتمد على وجود أحافير الطبقة الأولى دائما هاي اللي شايفينها أنتم باللون البني هاي بما أنه فيها نوع من أنواع الكائنات حدثنا عنه قبل قليل اللي هو الترايلوبيت إذن هي الأقدم لأنه أنا بعرف أنه طبقة الترايلوبيت هي في حقبة الحياة القديمة يليها ظهور عندي هون زي ما أنتم شايفين الأمونايت ثم ظهور الديناصورات هلأ في عندي الأمونايت والديناصورات في حقبة الحياة المتوسطة إذن هدول التنين في حقبة الحياة المتوسطة لكن بهاي المنطقة عندي ترسب الأمونايت الأمونايت هاي اللي فيه طبقة البنية زي ما أنتم شايفين والديناصورات موجود في طبقة أخرى وآخر طبقة الأحدث اللي هي هاي اللون اللي هي الطبقة السادة زي ما أنتم شايفينها بني سادة لو جيت أنا سألتك بناء على الرسم اللي قدامك أنت كيف تقدر تحدد لي هلأ ما هو العمر النسبي لهذه الصخور ما هو العمر النسبي لهذه الصخور بتقول لي طبعا مثلا أنا بدي للطبقة با أو هاي الطبقة تنين هاي با وهاي جيم وهيدال نفترض جيت قلت لك بدي تحدد لي اللي هو الطبقة نفترض للتانية العمر النسبي لها بتقول لي الطبقة الثانية كأحدث من ألف ليش؟ لأن الأمونايت ظهر في حقبة الحياة المتوسطة لكن ترايلوبايت في حقبة الحياة القديمة فإذن البا أحدث ولو قرنتها بدال نفترض رح تقول لي فهي أقدم من دال أو مثلا أقدم من جيم لأنه اللي ترسب فوقها مثلا بهاي ما في أحفير فإذن هي الأحدث تمام؟ إذن ممكن تقول لي با هي أحدث من ألف لأنه با ظهر الأمونايت ولأنه ظهر في حقبة الحياة المتوسطة بينما ترايلوبايت ظهر في حقبة الحياة القديمة فإذن هاي الطبقة اللي هي ألف أقدم من الطبقة با هذا كان اللي هو المبدأ الثاني في عندي المبدأ الثالث واللي هو المبدأ كتير سهل اللي هو مبدأ القاطع والمقطوع صخور الرسوبية زي ما حكينا ممكن تتعرض يا سابع لعبارة عن قوة ضغط من اللي هي باطن الأرض وإحنا بنعرف أنه باطن الأرض صهير صخري تمام؟ فإذن هو ممكن تكون عندي ماغمة منصهرة في باطن الأرض ممكن هاي الماغمة نتيجة الضغط عليها تقطع صخور رسوبية يعني أنا بداية عندي بهاي الرسمة كان عندي اللي هي الصخور الرسوبية على شكل طبقات متوازية زي ما أنتوا شايفين بقدر أرتبها من الأقدم للأحدث بناء على أول مبدأ أخذناه اللي هو المبدأ اللي بعتمد على وجود طبقات صخرية متوازية اللي هو مبدأ التعاقب الطبقي فبقول ألف أقدم دين أحدث ثلاثة أحدث منها وأربعة وهكذا إلى أن أصل لسبعة اللي هي أحدث طبقة مبدأ القاطع والمقطوع بحكي لك أنه أنا إذا صار في عندي اندفاع ناري زي الصورة با هذا اندفاع الناري اللي هو بسميه قاطع ناري قطع لي الصخور إذن الصخور صارت هي المقطوعة والقاطع الناري هذا بسميه قاطع إذن اندفاع الناري قاطع والصخور هي المفعول به اللي هي المقطوعة تمام بحكي لك إذا قطعت عندي صخور أو عفوا الصهير الناري للصخور الرسوبية فهو يعتبر القاطع الناري أحدث من الطبقات التي قطعها يعني بالبداية كانت واحد أقدم اثنين أحدث ثلاثة أحدث وكانت سبعة أحدث وحدة هلأ لما قطعها الصخور الناري فإذن هو بعد ما ترسبت هاي الطبقات هو اللي إجا فإذن هو أحدث واحد لكن هو أحدث بس للطبقات التي قطعها لاحظوا عندي الطبقة السبعة هون ما قطعها إذن هو ليس أحدث من سبعة سبعة أحدث منه أي بمعنى أنه من نعتبر كأنه سبعة ما كانت موجودة ترسبت عندي الطبقات واحد من الأقدم ثم اثنين ثم ثلاثة ثم اربعة ثم خمسة ثم ستة تمام بعدين أجل قاطع الناري اللي هو كان أحدث إشيه بعدين ترسبت عندي سبعة فأحدث واحدة سبعة لأنه لم يقطعها القاطع الناري فإذن ضروري تكتب هاي الملاحظة إن القاطع الناري دائما أحدث من جميع الطبقات التي قطعها اللي ما قطعها بتكون هي أحدث منه يعني أنا لو بدي أجي أرتب هاي الطبقات الصخرية على شكل الطبقات من الأحدث إلى الأقدم فأحدث واحدة لحي تكون عندي سبعة لأن القاطع ما قطعها إذن هي أحدث من القاطع إذن سبعة إذا هيبدأ أقول عندي الأحدث للأقدم تمام عندي سبعة هي الأحدث بعدين بيجي عندي القاطع هو الأحدث بعد سبعة يعني سبعة الحديثة بعدين القاطع بعدين ببدأ بترتيب هاي اللي هي الطبقات ستة خمسة أربعة تلاتة اثنين واحد يعني إذا بدي أبلش من الأقدم صار عندي ترسب لواحد ثم الطبقة اثنين ثم تلاتة ثم أربعة ثم خمسة ثم ستة تمام ليش وقفت لأن القاطع الناري اللي عند ستة لبعد ستة أجل قاطع الناري فهو الأحدث اللي هو رقم تمانية ثم بعد ذلك عندي سبعة هي أحدث منهم تمام هذا هو مبدأ القاطع والمقطوع إما بيكون بسبب قاطع ناري مبدأ القاطع والمقطوع أو بيكون بسبب اللي هو الرسمة اللي هو الصدع كمان يا سابع الصدع هو أحدث الطبقات يعني أنا إذا بدي أحكي عندي هون كيف الأحدث عندي أول إيش بدي يكون عندي الصدع هو أحدث واحد الصدع زي ما حكينا اللي هو كسر في الصخر الرسوبية نتيجة تعرضها لضغط لكن هذا الصدع بيحدث في الصخور الصلبة تمام الصدع هو احدث اشي بعدين مين اقدم منه يعني نبلش من الاحدث الصدع احدث اشي بعدين ثلاث بعدين اثنين بعدين واحد يعني اقدم واحدة الطبقة الاولى بعدين اقدم واحدة اللي بعديها رقم تنين بعدين ترسبت الطبقة ثلاثة ثم جاء الصدع فالصدع هو احدث اشي ثم بعد ذلك ترتيب الطبقات من الاحدث إلى الأقدم أو من الأقدم إلى الأحدث سابع إن شاء الله هيك أنا رح أكون خلصت ثلاث مبادئ من مبادئ العمر النسبي للصخور اللي هو مبدأ التعاقب الطبقي مبدأ تعاقب الحياة ومبدأ القاطع والمقطوع في عندي مبدأ المظاهر رح أخلي إن شاء الله في الحصة القادمة ضروري إنه كل إشي ينكتب يتوثق عفوا على الدفاتر شباب بعد ما توثق معلوماتك على الدفتر بتقدر إنك تنقل ورقة العمل هاي عندك على الدفتر وتبلش تحل فيها السؤال الأول زي ما أنت شايف عندي اللي هي أربع طبقات صخرية بنرتبهم من الأقدم إلى الأحدث ثم بعد ما ترتب ليهم من الأقدم إلى الأحدث تحكي لي شو المبدأ اللي اعتمدت عليه بالحل من المبادئ التلاتة اللي شرحناها وفي المبدأ الرابع الحصة القادمة السؤال الثاني نفس الشي عندي ثلاث طبقات صخرية اللي هي عافون هون شكري مخربطان خط هاي اللي هي ألف هاي عندي هاي ألف تمام عندي الطبقة ألف ثم الطبقة با والطبقة جيم من الأحداث بناء على كل وحدة شو الأحفير اللي ظهرت فيها وبعدها تحكي لي ما المبدأ الذي تم الاعتماد عليه بالحل تبعك السؤال الثالث عندي كمان طلت طبقات صخرية ألف با جيم وفي عندي زي ما أنتوا شايفين اللي هو القاطع السين اللي قاطع عندي طبقات معينة بتحكي لي مين الطبقات هاي بترتب ليها من الأقدم إلى الأحداث بتحكي لي شو المبدأ اللي تم الاعتماد عليه بالحل دمتم سالمين وان شاء الله يربي الدرس انه يكون كتير كتير سهل وينفهم وحلوا الورقة ضروري 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 وانقلوا كل التلخيص يعطيكم العافية